بسم الله الرحمن الرحيم البسيطة والفايدة المركبة والباب التاني كان عندي القيمة الحالية والخصم واستبدال الديون وآخر باب استعرضناه في الحلقة اللي فاتت كان الدفعات وعرفنا ان الدفعات نعين فيها دفعات عادية ودفعات فورية واخدنا الافكار بتاع الدفعات العادية وعرفت ان الجدول التالت هو الجدول الخاص بالدفعات النهاردة ان شاء الله في حلقة جديدة من حلقاتكم الرياضة المالية هنستكمل مع بعض منهج الرياضة المالية الباب الرابع النهاردة ان شاء الله اللي هو استهلاك القروض بفائدة مركبة واول طريقة اللي هي طريقة استهلاك القروض بطريقة الاستهلاك المتساوي من الاصل والفوائد معا او من رأس المال والفوائد معا طبعا اي استهلاك قروض في الدنيا زي ما احنا قلنا قبل كده ان جملة القرد بتساوي جملة الاقصاد علشان نخش معاكم في التمرين بسرعة عايز افكر حضرتك بقانون القص المتساوي القص المتساوي ده بيساوي ايه ومين اللي بيختص بيه قلنا ضيف حلقتنا النهاردة الجدول الرابع الجدول الرابع اول حاجة الجدول الرابع بتاعنا ده الجدول الرابع بيكون عندي الشغل بتاعه بيشتغل على الاقصاد المتساوية او القيمة الحالية للاقصاد عندي على طول بنقول الجدول الرابع هقول في ايه هقول ان لو انا عاوز القص اقوله القص بيساوي القرد الاصلي في مستخرج الجدول الرابع القص في مستخرج الجدول الرابع عندي هيديني في التمرين قرد ويقول لي بيستهلك على كام قص على فكرة هنا النون هتكون عدد الاقصاد النون عندي في التمرين هتكون عدد الاقصاد يبقى هي لو سنوات انا عايز احاولها لعدد اقصاد خلي بالك لو في تحويل في المسألة عندي القرد وعندي عدد الاقصاد وعندي المعدل اللي عندي وبعدين هيطلب منك القص ومجموعة الفوائد او هيطلب منك جدول الاستهلاك او هيديلك الافكار اللي عايزة في طريقة الاستهلاك المتساوي من الاصل والفوائد معا تعالوا مع بعض اول حاجة نشوف ازاي احسب الاصل المتساوي نكتب قانون الاصل المتساوي كده مع بعض هقول لك الاصل المتساوي بطريقة الاستهلاك المتساوي من الاصل والفوائد معا الاصل بيساوي اصل القرد الف في مستخلق جدول اربعة ايه هو جدول اربعة؟ واحد على دال نون بمعدل عين في المية ده القانون اللي احنا نستعمله النهاردة ان شاء الله في حلقتنا او ده طبعا كلنا عرفنا ان ده مستخرج جدول اربعة مستخرج الجدول الايه الرابعة طيب يا مستر يعني ايه مستخرج جدول الرابعة؟ معنا اخدنا الجدول قبل كده ايوا برافو عليك لو ركزت معي بسرعة ادي الجدول الرابعة اهو ده الجدول الايه؟ الرابعة اهو معلمنك عليه بالالوان اهو؟ علشان تعرف انت هتحسب النهاردة من ايه؟ تعال نشوف مع بعض طيب سامح حد بيقول لي طيب يا مستر ده قانون الاصل ممكن يطلب حاجة تانية في التمرين غير الاصل طبعا ممكن يطلب الاصل ممكن يطلب مجموع الاقصاط ممكن يطلب مجموع الفوائد طب الاصل وعرفناه اللي هو الطه في القرد الطه بتساوي القرد في مستخرج جدول الرابعة الطه بتساوي القرد في مستخرج جدول الرابعة يعني الطه بتساوي الف في واحد على دال نون بمعدل عين في المية تعال مع بعض نشوف كده ايه المطلوب التاني اللي ممكن يطلبه منه اللي ممكن كمان يطلب منك حاجة اسمها مجموعة الاقصاد ممكن نكون المطلوبات اللي عندي القص و مجموعة الاقصاد و مجموعة الفوائد طيب يا مصر القص خلاص احنا عرفناه وقلنا ان القص بيساوي القرد في مستخرة الجدوى الاربعة تمام الخطوة التانية لو انا عايز اعرف ايه هي مجموعة الاقصاد قلتلي مجموعة الاقصاد ده حاجة سهلة جدا 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 بيساوي القص الواحد في عدد الاقصاد يبقى طه في نون طيب ايه بقى مجموعة الفوائد قلتلي مجموعة الفوائد بيساوي مجموعة الاقصاد اللي حضرتك سددتها ناقص القرد الاصل يبقى انا عندي اول حاجة القص بيساوي الف في مستخرة الجدوى الاربعة طيب لو عايز مجموعة الاقصاد بدرب القص في عدد الاقصاد طيب لو عايز مجموعة الفوائد باخد مجموعة الاقصاد اللي جبتها اطرح منها القرد الاصلي طيب برضو عشان الناس اللي مش متابعانا من اول الحلقة نقول كمان في بعض الرموز المهمة جدا اللي احنا عايزين نعرفها قلتلي الطه دا يعني يا مستر قلتلك الطه دا يعني القصد طيب الالف اصل القرد العين معدل الفايدة المركبة المستخدم طيب النون قلتلي بقى النون دي اللي هي عدد الاقصاد اللي هي ايه عدد الاقصاد طيب ممكن يا مستر نشوف تمرين ونحله مع بعض بالطريقة السهلة دي تعالوا مع بعض نشوف تمرين من التمرين اللي جات قبل كده في امتحانات سابقة واللي موجودة في الكتاب المدرسي الكتاب المرجع الاساسي لنا كلنا بيقولي اقترض تاجر 8000 جنيه اقترض تاجر 8000 جنيه يبقى الراجل دا اخد قرد كام 8000 جنيه لو عايز تمشي واحدة واحدة في التمرين طلع معطياتك براحتك وقلتلك ما تستعجلش امشي واحدة واحدة في التمرين امشي واحدة واحدة في التمرين قلتلك يا مستر انا هقول ان القرد اللي هو اسمه ايه الف بيرفع عليك دا كان بيساوي 8000 دا اصل القرد دا ايه اصل القرد يبقى القرد بكام بتمن تلاف معدل الفايدة اللي عندي كان اخترض تاجر 8000 على ان يسددها على خمسة اقصاد خد بالك انت بتتكلم في طريقة الاصل والفوائد معا اللي هي الاستهلاك المتساوي اللي هي الاستهلاك المتساوي بمعدل فايدة مركبة 9% سنوية ما عنديش اي مشكلة كده نقدر على طول نزبط المسألة بتاعتنا زي ما احنا شايفين احط القرد لوحده المعدل لوحده عدد لقصات لوحده شوف المطلوب عايز منك ايه عايز مني الاست المتساوي برافو عليك برافو عليك الاست المتساوي ده نحسبه ازاي هقولك بمنتهى البساطة افتكر كده ان الاست المتساوي رمزه ايه طه وانا سمعك وانت بتقولي الاست بيساوي اصل القرد في مستخرج جدول 4 اصل القرد في مستخرج جدول 4 برافو عليك يعني عايز تقولي اصل القرد كام 8000 فيه مستخرج جدول 4 1 على دال 5 بمعدل 9 يعني ساعتك عاوز تقول ان القصد بيساوي 8000 وروح اجيب مستخرج جدول 4 من الجدول الرابع وزي ما قلتلك الجداول بتبقى موجودة عندك في نهاية الامتحان في اخر ورقة الاسئلة زي ما دي معنا هو امتحان 2020 خد بالك ده انتحان الرياضة في 2020 بص كده في اخر ورقة الاسئلة عمل ايه جايب لك الجداول المالية الجدول الاول الجدول التاني الجدول التالي في الجدول الرابع الجدول الخامس بس احنا يا مصر هنستخدم مين الجدول الرابع هنستخدم مين الجدول الرابع لان القصد بيجي عن طريق ضرب القرض الاصلي في مستخرج الجدول الرابع هرجع تاني للتمين بتاعنا وبراحتك خالص خالص اول حاجة قال لي ايه يبقى القص بيساوي القرد في مستخرج جدول 4 يعني 8000 في 1 على دال 5 بمعدل 9 اللي هو جدول كام 4 طيب هجيب جدول 4 ابص على جدول 4 تحت 9% قالقى ان الرقم مستخرج جدول 4 عندي بكام علامة 25 7 0 9 2 شايفك وانت مسك الجدول اللي بتطلع برافو عليك برافو عليك نضرب 8000 في مستخرج جدول 4 اللي عند حضرتك هيطلع الناتج معاك بالزبط وبالتحديد 2000 و56 و7 من 10 دي قيمة القص دي قيمة ايه القص المتساوي طيب يا مستر لو انا عايز اجيب مجموع الفوائد قلتلك تمام تقدر تجيب مجموع الفوائد اهو مجموع الفوائد بتاعتك بتيجي ازاي قلتلي مجموع الفوائد عبارة عن مجموع لقصات اللي هي الطه في نون ناقص القرد الاصلي طيب يلا نعود في الكلام ده قلتلي انا لسه جاي بالقصة بكام بالفين ستة وخمسين وسبعة من عشر هضربه في عدد لقصات اللي هو كان خمسة وهطرحه من القرد الاصلي اللي عندنا اللي كان تمن تلاف كده انت قدرت تحصل على مجموع لقصات ومجموع الفوائد هل يطلع الكلام ده بالقالة الحزبة يطلع الفوائد اللي عندك الفين متين اهو الفين متين تلاتة وتمانين وتمانية وستين من مية يبقى دي كانت مسألة بسيطة جدا 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 ازاي تقدر تحسب القصة المتساوي باستخدام مستخرج جدول اربعة وازاي تقدر تحسب مجموع الفوائد نقول كمان اللي احنا قلناه ان القصة المتساوي بيساوي اصل القرد في مستخرج جدول اربعة طيب عندي كمان مجموع الفوائد قلتلي بيساوي مجموع الاقصات ناقص القرد الاصلي طيب ما هي مجموع الاقصات اللي هي الطه في نون ناقص القرد الأصلي ألف يدي لك مجموع الفواج عايز أحل تمرين كمان معاك وامسك الجدول بتاعك وطلع معايا المعطيات وطلع معايا مستخرج جدول الرابع ونحله مع بعض لو أنا قلت لك تمرين زي كده بقول لك مثلاً أهو بمستخرج جدول الرابع مرة تانية هقول لك كرد عشر تلاف جنيه يسدد على أربع أقصاد سنوية متساوية من الأصل والفوائد معنى بمعدل فائدة مركبة تسعة في المية سنوية احسب القصة المتساوي ومجموع الفوائد على طول سمعك وانت بتقول لي يا مستر أنا بحب أطلع معطيات المسألة الأول قلت لي طب هو القرد بكام قلت لك عشر تلاف معدل الفائدة المركبة اللي عند حضرتك تسعة في المية عدد لقصات أربع تقول لي أول حاجة أعملها أكتب القانون بتاعي القصة المتساوي بيساوي ألف في مستخرج جدول أربع عند أربع بمعدل تسعة تمام يبقى القصة بيساوي العشر تلاف العشر تلاف هتمسك جدول أربع هتمسك جدول أربع تحت تسعة في المية قدام أربع سنوات يطلع أهو يلا أنا مستنيك تقول معايا علامة تلاتين ستة وتمانين ستة تمانية هنا بتمسك الألة الحزبة بتاعتك زي ما أنت شايد هتبدأ عشر تلاف فيه يا جماعة عشان بعض الطلبة بيطلخبط العلامة بتتكتب الأول أهو علامة تلاتين تمانية ستة ستة تمانية زي ما أنت شايف يطلع الناتج على طول معاك قيمة القصة ب تلات تلاف وستة وتمانين وتمانية وستين من مية طيب أنا كنت عاوز كمان مجموع الفوائد تقدر تجيبها خلاص انت بقيت شاطر في التمرين اللي فات تقولي مجموع الفوائد عبارة عن مجموع لقصات اللي هي الطه في نون ناقص القرض الأصل قلتلي القصة كان بتلات تلاف ستة وتمانين وستة من عشرة في عدد لقصات أربعة وبعدين تطرح منهم قيمة القرض الأصل يطلع معاك الناتج على طول ب ألفين تلتمية ستة واربعين وسبعة من عشرة يبقى انت كده قدرت تحسب القصة وقدرت تحسب مجموع الفوائد يبقى تاني لو جاني تمرين قال لي يحسب القصة المتساوي انا عارف ان القصة بيساوي تاني معايا بقى القصة بيساوي الأصل القرض في مستخرج جدوى الأربعة طيب حد شاطر يقول لي طب ممكن يطلب أصل القرض تمام برافو عليك يبقى في الحالة دي هتاخد البعيد على القريب وهتحل بطريقتك العادية جدا جدا ما فيهاش أي مشكلة ونحل تمرين مع بعض لو اداني قيمة القصة المتساوي جاهزة وطالب مني أصل القرض تعالوا نشوف مع بعض بيقول لي قرض يستهلك على عشر أقصات سنوية متساوية أنا متفق معاك قراءة التمرين بهدوء هي نص الحل لأن حضرتك لو قراءة التمرين بسرعة في حاجات مش هتاخد بالك منها فأنا بيقول لك قراءة التمرين بهدوء هي نص الحل حضرتك بتقول لي القرض يستهلك على عشر أقصات طيب هو فين القرض مش موجود يبقى إذن القرض الأصلي عند حضرتك مجهول أهو يستهلك على عشر أقصات يبقى عدد الأقصات بيساوي كام عشرة يبقى عدد الأقصات بتاعتنا كام عشرة قلتني طيب وكمان بيقول لي بمعدل فايدة مركبة تسعة في المية يبقى دي المعدل اللي عندي تسعة في المية سنويا كويس جدا قال لي فبلغت قيمة القص المتساوي ده كده يمدي لك قمت القص يبقى أنت مش هتحسب القص إزاي مصدر أقول لك تعالى بالراحة قمت القص المتساوي الف خمسمية تمانية وخمسين علامة اتنين يبقى الديني القرض مجهول والداني القص معلوم يعني عكس التمرين اللي فات أقول له ما يهمنيش أنا شاطر وحافظ قوانيني ومتابع قناة مصر التعليمية وشايف الأفكار دي كلها أقول له إيه في المسألة دي أنا عايز مين أنا عايز القرض طب اكتب القانون الأصلي كده بتاعك يبقى القص بيساوي أصل القرض في مستخرج جدول أربعة قدام عشرة وتحت تسعة في المية تمام كويس جدا شيل القص وحط قمته يبقى أنا هشيل القص وحط قمته اللي هي كانت الف خمسمية تمانية وخمسين واتنين من عشرة ودي علامة اليساوي ودي ساعدتك الألف المجهول اللي هو القرض أهو القرض عندك مجهول فيه المستخرج انت جبته بكام قلتلي يا مستر لما فتحت جدول أربعة لقيت تحت تسعة في المية قدام عشرة كانت علامة واحد خمسة خمسة تمانية اتنين برفع ليه كده مين مجهول عندك قلتلي الألف أروح أقول لك تقوله الألف بيساوي البعيد على القريب يعني الف وخمسمية تمانية وخمسين واتنين من عشرة على علامة عندي القرض هو المجهول أقول البعيد على القريب يطلع القرض بتاعي يبقى أنا بالوقتي استعرضت مع حضرتك فكري أن يديني قرض ومعدل وعدد إقصاط ويطلب القصر المتساوي ومجموع الفوائد وعرفت أن القصر المتساوي بيساوي القرض في مستخرج جدول أربعة يبقى القرض في مستخرج جدول أربعة وكمان عرفت أن مجموع الإقصاط بيساوي طه في نون ومجموع الفوائد بيساوي مجموع الإقصاط ناقص القرض الأصل وخدنا تمرين على الكلام ده وقلت في تمرين كمان ممكن يديلك القصر المتساوي جاهز ويطلب من حضرتك قيمة القرض الأصل حضرتك على طول اشتغلت بنفس القانون ظهر عندك الالف مجهول قلت لك يقسم البعيد على القريب يطلع عندك قيمة الالف طب هل يا مستر ممكن يغيب حاجة غير القرد يعني ممكن يديني القرد والقص طبعا ممكن يديك القرد والقص بس بالحالة دي يغيب عدد القصات يغيب المعدل تعالوا نشوف تمرين على ايجاد المعدل باستخدام الجدول الرابع لما يديني القص ويديني القرد اول حاجة على طول شغلك كله الاول دايما قراءة المسألة بهدوء جدا وتشوف ايه اللي موجود و ايه اللي مفقود تدور براحتك خالص خالص وتشغل دماغك وتشوف ايه العلاقة المستخدمة في التمريد الرياضة سهلة وعايزك تحب الرياضة وامشي معها افكار واحدة واحدة وعندك كتاب المدرسة غني جدا بالافكار والكلام الجميل جدا اللي موجود في الكتاب المدرسة وان شاء الله نكون بنقربكم من النجاح بخطوات تعالا معايا شوف تمرين برضو كمان سهل جدا بيقول لي ايه في التمرين ده بيقول لي سلفة خمسين الف جنيه فيه موظف اخد سلفة او كارض خمسين الف جنيه من الشركة بتاعته او من البنك زي ما هنشوف فبيقول لي السلفة دي كانت كام؟ كانت خمسين الف جنيه بيقول لي ايه بقى؟ تسدد باقصات ربع سنوية خلي بالك ده مش قصة سنوية ده قصة ربع سنوية باقصات ربع سنوية علشان كده انت عايز تجيب عدد لقصات في السنة الوحدة في السنة الوحدة انت بتدفع اربع أقصات عرفت منين يا مستر؟ قلت لي ما هي كده الميم باربع لان حضرتك قلت لي ربع يبقى الميم بتساوي كام؟ اربع طب انا عايز اجيب عدد لقصات عدد لقصات بيساوي عدد السنوات كام سنة؟ خمس سنوات في مرات الاضافة اللي هي اربعة يبقى انا عندي في الخمس سنين في عشرين اصط متساوي طيب ده كلام كويس جدا السلفة او القرد السلفة هي هي القرد يا جماعة عشان المصطلح نفسه ما تتخضش منه السلفة او القرد كام؟ خمسين الف اتفاجئت ان ما عنديش معدل يبقى المعدل مالي يا جماعة مجهول بس خلي بالك اوعى تنسى ان المعدل ده ربعة سنوات طيب احل ازاي قال لي لأ ما انا ما اديلك القصة هوا القصة بتلات تلاف تمنمية تلاتة واربعين وواحد وتمانين من مية سعدتك كده معاك القصة ومعاك القرد ومعاك عدد الاقصات بقيلك ايه؟ قلتلي بقيلي بقيلي المعدل والمعدل ده جزء من المستخرج لذلك انا عايزك تلكز في الجزئية دي اقولك مش احنا اتفقنا مع بعض ان الطه بيساوي القصة في مستخرج جدوى الاربعة اللي هو عند عشرين قصة بالمعدل اللي انا ما اعرفوش قلتلي تمام يا مستر تيجي نخرج المستخرج ده برا خالص قلتلي حاضر يبقى دي المستخرج اهو عند كام قصة قلتلي عندي عشرين قصة او عشرين واحدة زمن في الجدوى بيساوي هيساوي ايه بقى؟ هيساوي الطه على الف مش احنا بنقسم البيضة على القريب يبقى تقسم الطه على مين؟ على الالف يلا شيل معايا قيمة الطه وحط تلات تلاف تمنمية تلاتة واربعين وواحد وتمانين من مية نقسم على قيمة السلفة او قيمة القرض كانت خمسين الف امسك كده قالتك وقسم هيدي لك اهو عايز اعملها معاك على الهوى اهو عشان برحتك خالص في التمرين هتقول لي تلاتة تمانية اربعة تلاتة علامة واحد وتمانين على خمسين الف يطلع معاك حضرتك علامة زيرو سبعة ستة تمانية سبعة ستة عايزك تقول لي اللي طلع ده ايه؟ برافو عليك سمعك وانتي بتقولي لي ان اللي طلع ده مستخرج جدول اربعة برافو عليك هاجي بقى في جدول اربعة اللي موجود عندك في الامتحاد ودور قدام عشرين وحدة زمن قال ان المعدل عندي بكام باربعة ونص في المية طب حد شاطر يقول لي استنى يا مستر ده اربعة ونص في المية ده ايه؟ خلي بالك مش فوق كان ربع برافو عليك يبقى لازم تقولي هنا ربع سنوي يبقى ده المعدل اللي كان مجهول يبقى ده اربعة ونص في المية ربع سنوي اهو ده المعدل بتاعنا يبقى اذا لما يدي لك مسألة زي كده بطلع المستخرج برا وبقسم القصط على قيمة القرد او السلفة وبعد خارج الاسم ده ببحث به او هو ده الكشف بتاع جدول اربعة بروح على جدول اربعة بلاقي الرقم اللي انا طلعته موجود فقال بالجدول اروح طالع اقول له ده المعدل اللي موجود عندي دي كانت فكرة من الافكار السهلة جدا 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 وتعالوا كمان نشوف حاجة كمان جديدة زي ايه يا مستر؟ زي اني ممكن مدلكش معدل موجود في الجدول يعني ايه؟ يعني معدل فيه كسر او معدل كبير او معدل مش موجود في الجدول اللي عندك في الحالة دي حضرتك لازم تتعود انك تحل التمرين بتاع القصط المتساوي بالآلة الحزبة علشان كده عايزك تفتكر معايا القصط المتساوي بالآلة الحزبة القصط المتساوي الطه بيساوي اصل القرد الف في شرطة كسر واحد وعين من مية والسنون في عين من مية يبقى واحد وعين من مية والسنون في عين من مية المقام بقى قلت لي واحد وعين من مية والسنون ناقص واحد يبقى ده القانون ده بنستغل بي امتى بالالة الحزبة وعايز ادي حضرتك نصيحة جميلة قوي طول ما المسألة ماشية معك بالجدول والجدول في الامتحان مفيش داعي تستخدم الالة الحزبة انما خلي دايما الالة الحزبة اخر اختياراتك اخر اختياراتك لان الجدول سهل انا بغوص بالجدول واخذ الرقم وابتدي اضربه في القيمة اللي دايما الالة الحزبة تكون اخر اختياراتك طيب لو المعدل بقى مش موجود لأ هنا انا مضطر وهلجأ لاخر الاختيارات اللي هي الالة الحزبة يبقى هنا قانون الجدول المالية القسط بيساوي الف في مستخرج جدول اربعة اللي هي واحد على ده النون بمعدل عين طيب لو المعدل مش موجود او الوحدات الزمن مش موجودة طيب كده اقدر استخدم الالة الحزبة اللي هي القسط بيساوي الف في شرطة كس البس بتاعي واحد وعين والسنون في عين والمقام بتاعي واحد وعين والسنون ناقص واحد. ده سهل جدا 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 بالآلة الحزبة. طيب. ممكن نشوف تمرين يا مستر على الآلة الحزبة ونحله مع بعض. تمام براحتنا خالص. بس عايزة تبص تاني على القانون علشان تكتبه او تحفظه لحد ما نيجي نحل. انا قلت ايه القانون تاني? قلت الطه بتساوي. الف في واحد وعين من مية والسنون مضروبة في عين من مية. هنا خلي بالك. هنا واحد وعين. هنا عين فقط. برافو عليك. المقام واحد وعين من مية والسنون ناقص واحد. ترجع بقى تقول لي هتلنا تمرين ونشوفه مع بعض ونحل التمرين ده بهدوء. ودايما قلتلك اقرأ التمرين براحتك خالص خالص خالص. ان شاء الله وقت الامتحان هيكفيك وانت حد شاطر وهتطلع نواتك كويسة وتجيب اعلى النمر. بس بهدوء والرياضة بتحب التركيز الكتير. طلع نعطياتك الاول وبص على التمرين بتاعت مديني ايه وعاوز ايه. وجهز العلاقة السليمة اللي هتشتغل بيها او القانون السليم اللي هتشتغل بيه هتبتدي وانت بتحل تطلع الناتج مزبوط مية في المية. بيقول لي قرد ستة الاف جنيه. يبقى انا هنا حضرتك بتقول لي ان اصل القرد بكام بستة الاف جنيه. يسدد على عشر اقصاط نصف سنوية. النون بكام? بقى عشرة. ده عدد الاقصاط. خلي بالك ما ادكش سنوات. ده ادك اقصاط. عشان حد هيقرن بين التمرين ده والتمرين اللي فات. التمرين اللي فات ادك سنوات. وادك ان المعدل ربع سنوي. فاترنا نحول عشان نجيب عدد الاقصاط. طيب هنا اداني عدد الاقصاط جاهز. خلاص. ما عنديش مشكلة. بس هنا. المشكلة الوحيدة اللي في التمرين. انه بيقول لي المعدل سبعة واتنين من عشرة في المية كل ست شهور. طيب هنا المعدل سبعة واتنين من عشرة في المية. بعد اذن حضرتك السبعة واتنين من عشرة ده موجود في الجداول المالية. برافو عليه. قلت لي لأ. قلت لي لأ ما عنديش سبعة واتنين من عشرة في الجداول المالية. اذن انا عايز من حضرتك ايه بقى هنا? قلت لي انا عايز اقدر احسب القصط المتساوي ولكن بمعدل غير موجود في الجدول. نبقى هنعمل ايه? قلت لي انا عايز اقدر احسب القصط المتساوي برافو احنا وغدين علاقة او قانون الالة الحسبة اقدر احسب بيها القسط المتساوي تعالوا مع بعض نطبق قانون الالة الحسبة ونحسب القسط المتساوي بالالة الحسبة القسط المتساوي بالالة الحسبة بيساوي اصل القرض في شرطة كسر فوق واحد وعين من مية او السنون في عين من مية تحت واحد وعين من مية او السنون ناقص واحد تعالوا مع بعض نكتب القانون براحتنا خالص اهو يبقى حضرتك يا مستر قلتلي القص المتساوي بيساوي اصل القرد في شرطة كسر واحد وعين السنون في عين من مية على واحد وعين السنون ناقص واحد تعالى كده نعوض تعويض مباشر بصوا معايا اشيل الف وحط كام ست الاف اشيل الف وحط كام ست الاف في الست الاف في يبقى اول حاجة واحد والمعدل المعدل اللي عندك كام سبعة واثنين تحت عشرة بدأ بسفر بعد العلامة على طول قص عدد الاقصاد كام عشرة في المعدل سبعة واثنين على واحد وسبعة واثنين قص عشرة ناقص واحد يبقى هنا هبتدي اتعامل مع الالة الحسبة يبقى دي ست الاف في واحد علامة سفر سبعة واثنين ويا ريت نشتغل بشرطة الكسر عشان هتفرق معاك كتير جدا بتجيبها من خطوة واحدة يبقى اقول له الست الاف اهو ست الاف في شرطة الكسر اللي هو الزرار ده اهو الزرار اللي تحت كلمة كلك اهو واحد علامة سفر سبعة اتنين قص عشرة وانزل بالسهم مين اقول له في علامة سفر سبعة اتنين وننزل تحت نقول له واحد علامة سفر سبعة اتنين قص عشرة وانزل بالسهم واقول ناقص واحد نزلة السهم دي بتنزلك على السطر تاني يطلع القص المتساوي عندي ب 826 و17 من 100 يبقى ده كده القص المتساوي بالآلة الحزبة طبعا دي مسألة سهلة جدا 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 واكيد ان شاء الله ان شاء الله لو جاتلك انا عارف ان حضرتك هتقدر تحلها بمنتهى البساطة يبقى احنا كده رجعنا على القص المتساوي اشتغلنا القص المتساوي بمستخر الجدول الرابع وبعدين غيبنا القص المتساوي و ادينا غيبنا القرض ودينا القص المتساوي والمعدل وعدد الاقصات وعرفنا ازاي نجيب القرض وكمان اديت القص المتساوي بالآلة الحزبة عندي كمان تمرين وده تمرين الحقيقة مهمة جدا جدا وعايز حضرتك تركز فيه براحتك خالص طالب القص ودي احنا خدناها يا مستر خلاص مش محتاجة بس طالب كمان حاجة اسمها جدول الاستهلاك وعايزك تركز في جدول الاستهلاك كويس لان الموضوع سهل وبسيط بشرط انك تفهم العلاقات اللي في جدول الاستهلاك لان دي هتفيدنا بعد كده في التمرين اللي جاية اللي هي العلاقات بين الاستهلاكات والفوائد تعالوا مع بعض نشوف التمرين ده ونمشي فيه خطوة خطوة بيقول لي ايه التمرين بيقول لي كرد عشر تلاف جنيه بيقول لي كرد عشر تلاف جنيه اهو كرد عشر تلاف جنيه يسدد على تلت اقصاط انا الحقيقة جايب تلت اقصاط عشان يبقى الموضوع معاك مش كبير والدنيا معاك تبقى واضحة ونقدر نفهمها بسرعة في العلاقات اللي موجودة عندنا بيقول لي كرد يسدد على تلت اقصاط متساوية من الاصل والفوائد معنا خد بالك التمرين بيقول ايه تاني كرد عشر تلاف جنيه يسدد على تلت اقصاط سنوية متساوية من الاصل والفوائد معنا طيب حضرتك يا مستر قلت لي ان الكرد الف اهو بكام بعشر تلاف الكرد الف بكام بعشر تلاف وعدد الاقصاط نون بتلت اقصاط ومعدل الفايدة المركبة اللي عندي بتسعة في المية سنوية طيب حضرتك عاوز ايه كفندم انا ايل لحضرتك عايز الاصل المتساوي اهو طيب ما هيدي سهلة امستر احنا حلين عليها كتير طيب يلا نحلها تاني الاصل المتساوي بيساوي الاصل بيساوي الف في مستخرج جدول اربعة سمح حد بيقوللي قدام تلاتة تحت تسعة واختبلك ايه علشان تبقى كل حاجة واضحة للي ما الحقناش من اول حلقة مستخرج جدول اربعة قلتلي طيب يبقى القصط بيساوي اشيل اصل الكار ده وحط كام عشر تلات ممتاز برافو عليك طلع مستخرج جدول اربعة طلع مستخرج جدول اربعة تحت تسعة في المية قدام تلات سنوات يبقى هنا هتقوللي مستخرج جدول اربعة تحت تسعة في المية وقدام تلات سنوات يطلع بكام معاك اقولك على طول مستخرج جدول اربعة تحت تسعة في المية قدام 3 سنين هيطلع معاك اولا نكتبه بلون تاني عشان تعرف ان ده المستخرج علامة تلاتة تسعة خمسين خمسة أربعة هتضرب عشر تلاف في الرقم ده يطلع تسعة وتلاتين خمسين يعني تلات تلاف تسعمية وخمسين علامة خمسة أربعة اللي طلع ده يا مصطف اللي طلع ده القص القص المتساوي زي ما انت كنت شاطر وبتحسبه بقالنا من أول الحلقة أربع مسائل أو خمس تمانين سهلة جدا القص طيب ايه مشكلتي بعد كده يا مصطف في القص اقولك لأ هو طالب منك مطلوب سهل جدا 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 بس عاوز تركيز المطلوب ده عبارة عن ايه طالب مني القص المتساوي ده عملته طالب مني حاجة اسمها جدول الاستهلاك طالب مني حاجة اسمها يا جماعة جدول الاستهلاك جدول الاستهلاك ده هنعمل جدول بسيط خالص سهل اهو جدول الاستهلاك عندي الجدول ده بيتعمل حسب عدد اللقصات اللي عندك شايف طالب شاطر جدا 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 رجع للتمرين اللي كتبوا معانا وقال لي يا مصطف ده عدد اللقصات عندي كانوا 3 قصات برافو عليك يعني كده حضرتك هتعمل النون او الفترات اهي ادي النون قلتلي واحد اتنين تلاتة ليه تلاتة؟ عشان حضرتك يا مصطر قلتلي ده 3 اقصات ده 3 ايه؟ اقصات اهي معنى كلامك يا مصطر انه لو مديني اربع اقصات كنت عملها النون باربعة كنت زودت خانة طبعا ولو مديني خمسة كنت اعمل خمسة طيب بعد كده اول خانة عندي اسمها الرصيد اول المدة اسمها ايه؟ رصيد اول المدة اهي تاني خانة اسمها الفايدة تالت خانة القصط المتساوي رابع خانة الاستهلاك وبعدين الرصيد اخر المدة يبقى قولنا اول حاجة اسمها ايه تاني؟ اسمها رصيد اول المدة ده كان جدول استهلاك استهلاك القرض اللي هو المطلوب التاني وتاني واحدة اللي هي الفايدة التاني اللي هي الفايدة فيه والخانة اللي بعد كده اللي هي القصط وبعد كده الاستهلاك واخر حاجة رصيد اخر المدة عايزك تركز معايا في الكام علاقة دول وبراحتنا خلص اول حاجة رصيد اول الفترة الاولى هو القرض الاصلي هو القرض الاصلي تعالا كده اشوف معايا رصيد اول الفترة الاولى هو القرض الاصلي القرض كان بكام بقى برافو عليك انت قلتلي القرض كان بكام كان بعشر تلاف جنيه يبقى حضرتك هتيجي في القرد وتحط مكانه عشر تلاف جنيه اهو رصيد اول الفترة الاولى هي القرد الاصلي يعني حضرتك في رصيد اول الفترة الاولى هتحط القرد الاصلي طيب بعدين تقول لي في حاجة ثابتة من اول المسألة الاخرها اللي هو ايه اللي هو القص المتساوي اللي احنا جبناه مع بعض تلات تلاف تسعمية وخمسين علامة اربعة وخمسين اللي هو كان كام يا جماعة تلات تلاف تسعمية وخمسين وعلامة اربعة وخمسين ده هيفضل معك ثابت اهو تلات تلاف تسعمية وخمسين علامة اربعة وخمسين لحد هنا في اي مشكلة ما عنديش مشكلة انا حطيت القرض الاصلي في رسيد اول الفترة الاولى. وحطيت الاسل ده ثابت في كل السنوات. ما هو اسل متساوي. يبقى اسل متساوي ثابت. طيب الفايدة دي يا مستر هتيجي ازاي والاستهلاك? هقول لك واحدة واحدة. اي فايدة بتساوي رسيد اول في المعدة العالمية. يعني هتضرب العشر تلاف. العشر تلاف ده هي. المعدة اللي عندك في المسألة كان تسعة في المية. يبقى هتضرب عشر تلاف. في تسعة في المية ام ادي لك تسعمية جنيه. ام ادي لك كم اهو? تسعمية جنيه. براحتك خالص خالص. اهي. جت ازاي تاني? بتساوي. رسيد. اول. في المعدل على مية. طيب جبت دي. اجيب الاستهلاك ازاي? الاستهلاك بيساوي. خد بالك من العلاقات دي. الاستهلاك بيساوي. القصر. ناقص الفايدة. يعني هتاخد القصر. بالالة الحزبة. تلات تلاف تسعمية وخمسين علامة اربعة وخمسين. ناقص الفايدة. اللي هي كام? تسعمية. يديني تلات تلاف وخمسين. وعلامة اربعة وخمسين. شاطر. برافو عليه. فاضل اخر حاجة. رسيد اخر المدة. رسيد اخر المدة ده بيساوي رسيد اول ناقص لاستهلاك. يبقى ده. رسيد اول ناقص لاستهلاك. يبقى تطرح. العشر تلاف تطرح منها كام? تلات تلاف وخمسين واربعة وخمسين من مية. يديك رسيد اخر الفترة الاولى ستة لاف تسعمية تسعة واربعين وستة واربعين من مية. كده انت جد الفترة الاولى. هي قاعدة لازم تكون عارفة. ان رسيد اول الفترة الاولى هو رسيد اخر الفترة الاولى هو رسيد اول الفترة التانية. يعني يا مستر. رسيد اخر الفترة اقول له كامل? رسيد اخر الفترة الاولى. اللي هو ستة لاف تسعمية تسعة واربعين وستة واربعين من مية. ده هبدأ بالتمرين في الفترة التانية. يبقى هننزل هنا زي ما هو ستة لاف تسعمية تسعة واربعين وستة واربعين من مية ونرجع نعمل نفس اللي عملناه تاني يبقى حضرتك هتقول لي ستة لا تسعمية تسعة واربعين وستة واربعين من مية في تسعة في المية عشان أجيب الفايدة يطلع ستمية خمسة وعشرين وخمسة واربعين من مية اهي ستمية خمسة وعشرين وخمسة واربعين من مية اطرح القص من الفايدة يديني الاستهلاك يبقى اذا 3950 اهو ناقص 625 يديني الاستهلاك الثاني اللي هو كان كمتو 3300 5 وعشرين 3300 35 وعشرين علامة 9 يبقى انت هنا نقولها تاني من الاول رشيد اخر السنة الاولى بدأت بيه رشيد اول السنة التانية ضربته في المعدل 9% ادني الفايدة قلت القص ناقص الفايدة ادني الاستهلاك التاني قلت القص ناقص الفايدة التانية ادني الاستهلاك التاني بعد كده رحت اعمل ايه عايز اجيب رشيد اخر الفترة التانية بيجي ازاي رشيد اول ناقص الاستهلاك رشيد اول كان 6,949 و4 من 10 ناقص الاستهلاك اللي عندك يدي لك تلات تلاف ستمية اربعة وعشرين و سبعة من عشر ابدأ بيه الفترة الجديدة يبقى تلات تلاف ستمية اربعة وعشرين وسبعة اضربه في المعدل تسعة في المية يديني تلتمية ستة وعشرين وتسعة اطرح دي من دي يديني اللي هي القص نقص الفايدة اهي يديني تلات تلاف ستمية اربعة وعشرين وسبعة من عشر اخر حاجة عايز رصيد اخر الفترة الاخيرة يبقى دايما رصيد اخر اي فترة بيساوي رصيد اول نقص الاستهلاك طب مين لاحظ اهو معنا مين لاحظ ان رصيد اول الفترة الاخيرة اهو اللي هو كان تلات تلاف ستمية اربعة وعشرين وسبعة بيساوي اهو بيساوي الاستهلاك التالت يبقى رصيد اول الفترة التالتة هنا بيساوي رصيد استهلاك التالت على طول عشان دي الفترة الاخيرة لما اطرحهم عشان اجيب رصيد اخر الفترة يقول لي كده رصيد اخر الفترة الاخيرة بكام بسفر استفدنا ايه من العلاقات دي قلتلك اول حاجة اول حاجة استفدتها ان رصيد اول الفترة الاولى هو القرد الاصلي رصيد اول الفترة الاولى هو القرد الاصلي ورصيد أول الفترة الأخيرة لازم يساوي استهلاك الفترة الأخيرة ورصيد آخر الفترة الأخيرة لازم يساوي صفر والقص بتاعنا دايما سابق يبقى إذن في بعض العلاقات اللي عايزين نقولها مع بعض تاني علشان تفضل فاكر التمرين ده كويس وهيخدمنا كمان في الحلقات اللي جاية علشان نشوفها نعمل إيه العلاقات اللي قلناها النهاردة قلت أول علاقة القص المتساوي بيساوي أصل القرد في مستخرج جدول أربعة أصل القرد في مستخرج جدول إيه؟ أربعة وكمان لو عايز تعمل جدول الاستهلاك أقول له رصيد أول الفترة الأولى هو دايما هيكون مين؟ القرد الأصلي ألف كمان الفايدة بتساوي رصيد أول في المعدل على مية رصيد أول الفترة اللي أنت عايزة تضربه في المعدل على مية طيب القص سابت لو أنا عاوز أجيب الاستهلاك اللي إطرح الفايدة من القص طيب لو عاوز أجيب رصيد آخر أي فترة قلتني بيساوي رصيد أول ناقص الاستهلاك الفترة بتاعت الفترة اللي أنت عاوزة يبقى احنا كده رجعنا على طريقة الاستهلاك القروض بطريقة الأقصاط المتساوية من الأصل والفوائد معاً أو من رأس المال والفوائد معاً وعرفت أن القص دايماً هيكون متساوي وعرفت كمان أن مجموع الاقصاط طه في نون ومجموع الفوائد بيساوي مجموع الاقصاط ناقص القرض الأصلي وكمان رجعنا على جدول استهلاك القرض أتمنى في نهاية حرقتنا أن ربنا يحفظكم دايماً تكونوا بخير وسعادة وتكون مصر في أحسن حال دايماً إن شاء الله ونكون قربناكم من النجاح على شاشة قناتكم العملاقة قناة مصر للتعليم أو مصر التعليمية ودايماً بخير كان معكم مستر فتحي عبد الكريم معلم بوزارة التربية والتعليم